السلام عليكم زيكم حبيبي ان شاء الله تكونوا بخير زي ما انتم شايفين دي طلبية جديدة طلبتها من شيئا بصراحة نطلبها عشان السفر ان شاء الله اذا ربنا اراد فنفتحها مع بعض ونشوف فيها ايه بس قبل ما افتحها حابة اوريكم بس ان كالعادة الطلبية جاية لي في كيس ومقطوها كل مرة نفس القصة وللاسف مش لقيها لها حل مش عارف اعمل ايه يعني فاتمنى شيئا يتواصل مع شركة اراميكس ويحلوا المشكلة دي اول ما ابتديت اطلب من شيئا كان بيجبوني الطلبية في كارتونة فكانت الكارتونة بتحافظ جدا على الابراض جواها بس بالاسب صاروا الفترة الاخيرة كل طلبية يجبوها بكيس بالشكل ده وكل مرة الكيس يكون مقطوع والحاجة اللي جوه بتتبهدل يعني فيه حاجات انقصرت وبعدت لهم طبعا رسلتهم بس طبعا ما حادش يتواصل معي ولا حد رد علي فطبعا دي حاجة مش كويسة خالص ومش حلوة في حقهم خالص يعني فمش اطول عليكم فيللا نفتح ونشوف هي ايه طبعا انا هاخدها على جنب واطلع الحاجة عشان ما اقدر اوريها لكم بسهولة هابتدي معاكم بالحاجات بتاع البيت الاول دي مجموعة شماعات او علاقات بسراحة انا كنت مستنياها تكون متوفرة لان كل ما اجي عشان اطلبها الاقيها سلد اوت فاول ما شفتها بسراحة اطلبتها على طول هم بيقوا كده مع بعض اربعة بيقوا كده اربع شماعات اا اربع الوان وكل واحدة زي ما انتم شايفين اا بيتعلق فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمس بناطيل انا جاي بها بصراحة للبناطيل عشان الدولاب عانتي صغير ودولت بصراحة هيوفروا لي مساحة كبيرة جدا في الدولاب لان البناطيل هتتعلق تحت بعض فبالتالي مش هتاخد مساحة كبيرة فهم مبدئيا كده شكلهم قوي وحلوين بصراحة يعني بيستحقوا التمن بتاعهم هم زي ما انتم شايفين اربعة بالشكل ده فبصراحة كنت متشجع لهم جدا ومبسوطا ان انا طلبتهم اه الحاجة التانية دي هي اللوحة خاصة بالقهوة عشان اه جايبها عشان احطها في فرقن القهوة فهفتحها طبعا يعني اكيد بقى عرفتوا اني وعرفتوا ادي ايه انا بنوشاق القهوة واي حاجة خاصة بالقهوة بتاخد قلبي يعني باخد قلبي فزي ما انتم شايفين حجمها حلو جدا زي ما قالوا والرسمات اللي فيها جميلة جدا 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 بصراحة تفتح النفس فدية ان شاء الله لما علقها في فرقن القهوة هصورها لكم بازن الله وعالذكر هي اه ورق كرتون يعني هي ورق بس ورق سميك شوية يعني بصوتوا تقدروا تعلقوها زي ما هي كده او ممكن تشلوها هي النوع اللي فيها لازقة يعني على ما اعتقدت هي فيها لازقة او هو كل واحدة لوحدها بتتشال يعني كل جزء من ده لوحده كده انتم تقدروا تشلوهم وتلزقوه في كزا مكان يعني حسب انت هتحتاجي ايه عجبتني فكرتها جدا حلوة قوي قوي بصراحة يعني تقدروا كمان توزعوها على لوحتين مش لوحة واحدة لان الرسومات اللي فيها بتنشال فحلوة الحاجة اللي بعد كده بصراحة انا طلبت الحاجة وقعته فترة فانا نسيت انا طلبت ايه فنفتح مع بعض نشوف برضو حاجة خاصة برضو كمان بركن القهوة زي ما تشايفين كده برضو عجبتني فطرتها قوي بالشكل ده كمان ان شاء الله لما علقهم هتشوفوا صورتهم باذن الله جميلة جدا حبيت قوي اه ودي كمان واحدة تانية بس خلونا نفتحها مع بعض لاني زي ما قلتلكو انا نسيت انا كنت طالب ايه بصراحة لاني الطلبية دي تقريبا كلها كده اه للسفر اه اه افتكرت دي اه ملصق كده لباب الحمام زي ما انت شايفينه بصراحة كيوت اوه حلو عجبني وما اتوقعت ان هو يكون بالحجم ده انا كنتم متخيلها صغيرة اصغر من كده شوية بس اه حجمها جميل جدا بصراحة هلوة جدا جدا انا عجبتني الحاجة كمان اللي جبتها برضو للسفر الاكياز دي او الشنط دي دي انا جايباهم دي انا جايباهم دي انا افتحها الاول دول كده بيجوا اربعة مع بعض بشكلهم كيوت قوي 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 اه دولت انا جبتهم بصراحة هم اصلا حطينهم ان هم يستخدموا للمسكات بتاع اليا الكمامة او المسك اه طبعا انا هستخدم واحدة فيهم من المسك فعلا ان يبقى واحدة في شنطة مامة واحدة في شنطتي والباقي هستخدمهم في حاجات تانية برضو خاصة يعني احط فيهم حاجات اللي تتحط في الشنطة ايه عشان الشنطة ايه ما يضيعش فيها الحاجة بصراحة هم حلوين وعجبتني اول فكرة بتاعتهم دي اشان لو حطتي حاجة وتفتحت جوه حاجة سايلة يعني اه ما تطلعش برا برضو كان سعرهم حلو جدا طبعا كل الحاجات هتلاقوها في وكمان اه طبعا لازم 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 يكون معاكم الصابون ده بشنطتكم خصوصة نوركم سافرين انا طبعا كل الطلبية تقريبا بطلب منه لان انا بحبه جدا مية اسمها رقائق الصابون مية بالشكل ده تبقى رقيقة جدا مجرد ما بتحطي على ايدك مية وبتعملي بيها كده على ايدك بتعمل رغاوي وبتنظف وبعدين حجمها زغنان جدا و ايه تقدر وحجمها زغنان زي ما انت شايفين طبعا اللون بيجي عشوائي بتخلوها معاكم في الشنطة ايا كان حجم الشنطة هي بتتحطي فيها بصراحة ده اللي عجبني فيهم فطبعا جبتي منها تنين واحدة الماما واحدة الان واصلا انا عندي كمان بس قلت اخد معي احتياطي الحاجة اللي بعد كده طبعا انا لميتهم من الكيس ما كانوا كلهم واعين في قلب الكيس ما عرفش بقى العدد مظبوط ولا لا دولد هيتطلع لكم صورتها بيتعلقوا على الشماعة عشان يتعلق عليها شماعة تانية فاهمين الهدف ازاي انه تتعلق عليها اللي هو الامصان الشميزات كده يعني فالصورة هتوضح لكم انا اقصد ايه الكولة بتاعتهم كويسة بلاستيك قوي بس ما عجبنيش انه هما كانوا مرميين كده في قلب الشنطة يعني انا اللي مجمعهم وحطاهم في الكيس الحاجة اللي معتك كده ما عليش انا نسيت اه اه اوكي 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 اه دي هي المفروض مش بس معاك في السفر تصل معاك في كل مكان وخصوصا اه في الوقت الحالي يعني تشايفين الامراط والويروسات وكده الجزء ده بتتغطي به مثلا بتطلع مسعة اصنصير وكده بتتغطي به عشان ايدك ما تلمسي حاجة وبعد ما تتغطي به بتقفليها كده بحيث ان انت ايدك ما تلمسي اي حاجة والجزء ده حسنا بس اشوف بتتفتح ازاي لان انا نسيت بصراحة اوكي الجزء ده هو بصوا الصورة هتطلع لكم لان انا بصراحة لسه انت عايزة اقرب تقوموا وحطين دي كده في مناسكة الباب المسكة نفسها بتاع الباب تقوموا حطينها كده وتقوموا ضغطين عليها كده وتقوموا فتحين الباب المسكة بتاع الباب نفسها عشان ما تمسكوش الباب وصلتكم الفكرة مش عاربة انا بشرة حال صح ولا غلط بس هي الفكرة كده تفتح الباب كده يعني تقوموا حطا المسكة بتاع الباب بتكون هنا كده تقوموا مسكهك بدي كده تقوموا فتح الباب كده بصراحة عجبتني قوي قوي دي هتبقى معي على طول في الشطة عشان ما اضطرش استغنم ايدي خادس بصراحة بقى عجبتني جدا واللون جا حلو يجي لون عجبائي فاللون جا حلو بصراحة جميلة جدا ايه من الحاجات الضرورية جدا جدا لازم تكون معاك في الشمطة وخصوصا وانتي مساوي الحاجة اللي باعتك كده هي مالهاش علاقة بالصفر قوي بس انا حبيتها هتفتحها بس عشان اوريكم الفكرة بتاعتها بصراحة انا كنت انا بحب استخدم انواع البخور الخشب دي اوكي انا جبتها عشان اوريكم طريقتها ازاي طبعا لما فتحتها ريحة طلعت خزياء شوفوا بتحتوروا تحطوها فين او تمسكوها على ايه وهي شغالة والعياني تبقوا محتاسين مش عارفين تحطوها فين فلقيت ان هم عميني الفكرة دي فكرة رائعة جدا جدا شوفوا شوفوا عجبتني جدا فاجبت منهم اربعة لان اشغل واحدة اشغل واحدة في كل مكان في الغرفة واحدة في الصلاة واحدة في الغرفة التأكيدة يعني فبصراحة عجبتني فكرتها اوي وكمان شكلها كيوت اوي وحلوة شايفين عجبتني جدا 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 والحجر لبعد كده لان تقريبا انا السفر ان شاء الله كده هيكون على اواخر الصيف وقوائل الشتاء فقلت يعني اجيب حاجة للشوز تحمل شوز من المطر وكده وهي دي بس اتمنى يا رب تطلع المقاس مطر هي بتتمط فطبعا انا هجربها وقول لكم هي دي بتتلبس فوق الشوز لو في مطر او في مية في الارض او في تين وكده فدي اه انا واخدى مقاس ام على حسب التعليقات ما قالوا قالوا مقاس ام بيلبس لحت ثمانية وتلاتين فان شاء الله انا هجربها وقول لكم رأيي فيها هي بتمط كده هي قوية بس اتمنى يرفق المقاس اه اتمنى المقاس يبقى كويس طبعا سورتها هتشوفوها واللي جبته كمان للصفر المجموعة دي بتاع تنظيم شنطة الصفر انا بصراحة واحدة من الناس ما بحبش الشنطة تبقى متبهدلة لازم تكون مترتبة كويس والله احساس جميل قوي لما تحس ان انت بتحضر للصفر انا اعطى اكبر حجمي فيهم كمان تشايفين كده اللي عجبني ان هي ناحية شبك كده عشان تشوفي ايه اللي جواها والناحية التانية عادية فادي اول حي ودى الحجلة التانية كمان حلو قوي ولها مسكة كده كما ان شاء الله كما ان شاء الله اعمل لكم فيديو التحضير شنطة الصفر ان شاء الله هدي التانية ودي الحجم التالت كما ان لاقيت كده ودولت زي ما نشايفين كده تلاتة مقفولين يعني مش مفتوحين من الجناب واعطتت دولت للاشياء الخاصة ملابس داخلية حاجات كده تلاتة هم فبصراحة حلوين وان شاء الله يرتبوا الشنطة ان حاجة اللي جبتها الشمان برضو عشان السفر ان شاء الله هاداتهم كبير دول مخصوصين للمسكات لانتو عارفين وخصوصا مع الحجاب يعني تقدرش تحط المسك ورا ودني مينفعش فلازم من فوق الحجاب فانا جبت دولت لاني الوانهم كتير بصراحة يعني هو كام لون اللي عاجبيني فيها بس هو انت بتاخديها كلها يعني دي الوانها هم هم عشرة فكرتها ان انت بتحطي المسك هنا من الجوانب بتاعته من اللي هي الناحيتين اللي هم الاستك بتوعه وتقدري تصغريها وتكبريها حسب ما انت عايزة من هنا كده زي ما انت عايزة وعلى حسب لون الحجاب كده طبعا مش كل الالوان هستخدمها فيمكن يعني اوزحهم استخدم كام لون بس فيهم والباقي مش هستخدمه كمان من الاشياء اللي جبتها كمان للسفر كده الشنطة دي هيتلعلوكو سوريتها زي ما انت شايفين كده بصراحة الشنطة جميلة الخامة بتاعتها حلوة جدا الجلد الطري الحلو جلد جلدي مش بلاستيك انا محبش الشنطة اللي جبتها شكلها جلدي بس مبدئيا عجبني انه جاي في كيس بالشكل ده يعني متوقعا ما هيكون من جوه في حاجة زي ما توقعت نشوفوا الصورة عشان تعرفوا مع الشرحة انا اقصد ايه ده حزم بيتلبس على الوسط بيبقى جزئين كده ده الجزء الاولاني اللي بيكون على الوسط بالشكل ده طبعا انا قلتلكو انا احطتلكوا الصورة عشان تشوفوا انا اقصد ايه طبعا فكرته لذيذة اوي فكرته جميلة جدا فحبيت اجربه على شميس ابيض او فستان ابيض هيتطلع جميل اوي طحفة وده اللي بتتعلق على الكتف فالحزام جميل بصراحة بس طريقة تغليفه معجبتني شي لان تقريبا ما شايفان المنظر بجد خساره بجد خساره بجد خساره شايفين يعني بجد بيبوازه بطريقة التغليف بجد خساره بجد خساره بجد خساره شكله جدا انا بحب له من شروزات اللي هو بيبقى كده عامل زي الشراف لانه ما بيكعبش الرجل ابدا انا عندي نفس الشبق بس الكعب هنا مختلف بصراحة عجبتني فكرة الكعب قوي 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 ان هو كده ملون بصراحة فكرته طحفة 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 ده يبقى حلو كمان جدا للسفر و مريح. طبعا هلبسو وارغا الكوتش الله. القطعة اللي بعد كده بطراحة برضو ننسيت انا جاي بقى ايه. دي انا جبتها كده اه للرياضة. طبعا هاي القطعة طلعت رند هبين فيها عشان خاطر الحركة بتاع الايد بس اللي هي بتاع الصباعة اللي فيها. حركة الصباعة اللي هي كده بالزبط. هي بتكون بالشكل ده. هي بصراحة كخامة حلوة قوي. خامته جميلة. وستريتش. بس ان شاء الله المقاس يطلع مصبوط علي. بصراحة انا وقت فيه اكبر مقاس لان هو بالاحجامهم صغيرة. لان عمم من النوع اللي بيقوا مسكين على الجسم. عشان كده انا خدت اكبر مقاس. خامته بصراحة حلوة. خامته جميلة. ولو هنا كمان هنا جيوب هنا كده. حلوة اول ان له جيوب بصراحة. عجبتني الفكرة. برضو مش يحكم عليه الا في اللبس. القطع اللي بعد كده. ده اعتقد بانطالون برضو جايبها للكطع اللي فاكت. برضو للرياضة. وللمش. برضو عجبني اوي وكان عليه متح كتير اوي في التعليقات. ان شاء الله كده كمان يطلع مقاسي. والحلو فيه لو هنا جيب كده. وكيد تحطوا فيه الموبايل وانتم تمشوا في الناحيتين. لو في الناحيتين. بصراحة خامته حلو اوي عجبتني جدا. ومن تحت حبيت ان هو كده من تحت. حلو جدا. خامته جميلة جدا جدا. ان شاء الله يا ربي في اللبس يطلع حلو كمان. وهذه الخامة بتاعته من قرية. بصراحة خامته حلوة. لا هي خفيفة ولا تقيلة. خامته حلو جدا. والكتعة الاخيرة بقى في الملابس. قبل توضيه. بصراحة خامته. لان كده. اركبت القليل. احضرن. احضرن. مقبضة. كده تجريز. احضرن. احضرن. لانه خمتم مريحة و تقيلة شوية لان هيكون وقت السفر هيكون ابتدى البارد يعني شوية فعجبني بزرار لايزور ليكم خمتم القرية واندي خمتم من جوة لكذا بقول لكم تقيل شوية يدفي يعني يدفي مزبوط طبعا هم يتلبس دلوقتي خالص يعني ويتلبس بقى ايه على شهر حداشر اتناشر كده ان شاء الله خلصنا كده الملابس والحاجات الرفايع الاكسسوارات الرفايع وكده هنبتدي ندخل في المكياج هنبتدي بقى اول حاجة بالاضافر دي بصراحة حاسة ان هم هيعجبوني مش عارفة شكلهم طحفة وكان التعليقات عليهم ايجابية كتيرة جدا ده ان شاء الله ناوي عمل لكم بيها فيديو وانا بركبها ان شاء الله ومعها اللازق بتاعها كمان انا شرية من اللازق ده الواحده طبعا في فيديو قبل كده بصراحة الوانهم راقية 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 بجد بتحمسه قوي قوي ان انا استخدمه لحظة اطلع واحد بس اقراره يعني الواحد في السفر يعني ايه نشوف ايه نشوف اي واحد كده ومشوف ايه واو بجد واو 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 شايفين لونه طحفة 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 بجد بشكله جميل ومش مش الطوال اوي انا ما بحبش الطوال اوي جدا واللونه بصراحة احلى من الصورة يعني هي تطلع لكم الصورة مش عارفة هتطلع لكم دلوقتي بصراحة لونه طحفة انا بقيت خايفة للونه يكون غير يعني يطلع لونه غير عالطبيعة بصراحة هتلافت له جدا ان شاء الله هعمل لكم بيديو وانا بركز انت عارفين السفر مش محتاجة منك تشيلي حاجات كتير فعشان كده انا بحاول اجيب الحاجات اللي استعمالها اتنين في واحد زي مثلا انا قرتي عندي فرش للميكوب بس احجامها الكبيرة هتاخد مساحة فانا لقيت شي جلام عامل الفرش دي بصراحة عجبتني احجامها صغيرة بس ياربوا تطلع كمان الجودة مجموعة الفرش العين ومجموعة الفرش الواجه بعدين كمان محطوطين في الشنطة كده شكلهم لزيز قوي شايفين اقصد ايه انا بقى ان كل فرشة فيها فرشة يعني الفرشة الوحدة باتنين فاهمين قصدي؟ يعني كده بالشكل ده يعني بدل ما اشيل يعني عدد مسلا من دولة كام واحد اتنين تلاتة اربعة المفروض اشيل تمانية لأ هشيل بس اربعة فاهمين قصدي؟ بل كلهم خاصين بالعين حلوين جتا 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 بصراحة صغنونين ازاي؟ اتنين في واحد من ناحيتين فعجبتني فكرتهم جتا نشوف بتاع الوجه نشوف بتاع الوجه نشوف بتاع الوجه هم تلاتة بس فعليها ستة لان كل واحدة فيها اتنين نبصوا دي الفكرة اللي انا قصدها الفرشة فيها ناحيتين اوه نعمين الله انا فاحترم الفرش اللي بتبقى نعم قوي بصراحة يعني انا عندي فرش من برنداب غالية جتا 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 بس خشتة جتا جتا على البشرة وكت جايبان فاول ما بتديت استخدم الميكب اصرا يعني بس اكتشفت ان باعت كده لان في حاجات تانية وارخص بتبقى جميلة جدا انا دايما بحب اقول لكم تجربتي عشان ما حدش يغلط ويكرر اللي انا عملته نعمين جدا بصراحة حلوة شايفين حجمات ايه اتنين في واحد شايفين واو هم معوجين شوية يعني الشعر بس مع الاستخدام طبعا هيتغسلوا الاول بنات ايه فرش تجبوها لازم تخسولها الاول متستخدمهاش على طور انا متأمل فيهم خير يا جمال يعني ممكن اصلا كلهم كده تحطوهم في شنطة واحدة يعني فاهمين قضي شنطة واحدة خلاص بقيت معاك مجموعة فرش وشوفوا حجمهم قبضة الايدهم حجمهم سقنن كتن وكيوت وحلوين ويغنوك عن اي فرش تانية يعني بس ده تدول معاك في السفر وشكرا بس كده بس كده دي مجموعة الفرش ان شاء الله اللي اخدها معي ودي ممكن اخط في اي حاجة تانية بقى كلهم في شنطة واحدة صراحة اعجبوني جتن 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 ان شاء الله في الاستخدام كمان اخدتها برضو بعد كده برضو اتنين في واحد البودر دي دي برضو من من المنموعة الجديدة في شجلان انا اخدت منها قبل كده بصراحة بس تلعت غمقه بس دي كمان من الحاجات اللي هتنفع للصفر كويس بس يا رب بتطلعها حلوة دي شكلها شكلها كيوتو حلوة الفكرة ايه من فوق من هنا كده البودر هي الكمباكت بودر لتحت العين اوكي مش عايز احط ايدي عليها لان ايدي مش نطيفة لاني مسكت الحاجات وكده دي من فوق للعين الكمباكت بودر افتحوها كده دي اللوس بودر وشفافة اللي فوق شفافة واللي تحت شفافة وان شاء الله اجربهم وقلوكم رأي فيهم هيتطلع لكم رأي الشاشة اكون جربتها ان شاء الله فتي كمان اتنين في واحد مش هتطرش مش هتطر اشيل حاجتين لا هي حاجة واحدة يعني في العادة بتشيلي بودرة الواجه الوحدها وتشيلي بودرة العين الوحدها لان لاتنين في واحد كده كمان وفرت مساحة يبقى دي كمان وفرت لي مساحة الحاجة اللي كده اللي هو الكنتور ده زمان عايزة اجربه بصراحة وكل لما اقول هاخده ارجع اشيله تاني بس قلت خلاص بقى اشوف اجرب انا وحاصي اشوف هيتطلع عاملة ازاي برضو ده برضو شيك لابي يالهي اه النحية ده طبعا الكنتور طبعا الكنتور لونه رائع رائع له غامق ولا فاتح لونه تحفى من ناحية التالية بقى نشوف اللون تفاتح ولا غامق بصوا هو ينفع مصحح اللون ده ينفع مصحح للهالات السوداء للحبوب للحاجات دي برضو تنين في واحد يعني بدل ما تشيله مصحح وكنتور بلقلت نين في واحد شايفين والله جميل كمان حلو دي كانت عفكرة انه افتح درجة لأ حلو حلو والله ينفع مصحح فبردو ده كمان وفرت مساحة واخدت اتنين في واحد كنتور ومصحح ماذا لدي الحاجة دي بصراحة انا ناسية دي ايه مش فاكرة بسط اه 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 ايه ايه بصراحة انا نسى مصحح و هنفتحها ونشوف بس طبيع الشباب فاكرة اتغلبها جيد ي BET لانه اتغلبها انا ينفتح ونشوف. معقولة الزكرة للدراجوني. ممكن. ده اللي ما بحبوش. ده اللي ما بحبوش. بسم الله. قلبي 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 قلبي. يا جمال والله العظيم تخيلوا يعني اكتر حاجة كنتم تحبسة لها واكتر حاجة ناسية هي ايه? مش ممكن. لا لا لا. اول حاجة شوفوا شوفوا العلبة شكلها عاملت زي? شايفين الكيوت? شايفين الجمال? شايفين اللون? جبت حلوة. كمان دي. شايفين? مجموعة بلاشر. رجاجو بلاشر. زي ما تسبوه. شايفين الجمال? واو واو واو. طبعا انا برضو عندي بلاشرات كتير وكده. بس احبيت بدل ما اخد ثلاث علب او كم لون? اوكي? يبقى كل لون في علبة واحدة. اول ما شكتوه منزلين دي. طبعا هما حطين منها تقريبا تلات الوان او اربعة مش فاكرة بالزبط. بس بس احسس ان دي هكون مناسبة اكتر. يعني فيها تلات الوان مختلفين تماما عن بعض. فبصراحة حبيت هتوفر لي مساحة ويه اه وكمان شكلها حلو جد شكلها حلو. مش عايز احطي ايدي لقيتني انا ايدي مش نضيفة. فان شاء الله برضو هجربها وهيطلع لكم. هي على فكرة اه ماجيناتك. شايفين? حلو قوي. كيوت كيوت كيوت. قوي قوي قوي. دي المجموعة برضو اللاين الجديد بتاعهم. بصراحة حبيتها. بجد بجد حبيتها. ان شاء الله اجربها وقال لكم رأيه فيها. الحاجة اللي بقتك كده برضو من نفس اللاين ده نفس اللاين بتاع الرجو. الاسبونش دي. الله اعلم بقى قطط العملات. اه اه اه. ليه الايس كريم عارفين مجموعة الايس كريم. هي بتبقى كده. بتبقى. هي المفروض كل واحدة كده. شكلها. بالشكل ده. بالشكل ده. كأنها ايس كريم. مبدئيا هي طرية جدا جدا. اه مش عارفة بقى لما تبقى ميا هتكبر ولا لا. فلاحزا هبلها ميا ووريكم. شايفين البنات لما بلتها ميا? هوريك الفرق بقى من الحجم والحجم. يعني مثلا دي. بحطها جنب دي. تمام? اه. طرية جدا جدا. بصراحة. انا عجباني انها بالشكل ده عشان اه تحت العين في الزوايا جد حلوة جدا. شوف الفرق بين المبلولة والنشفة. اه. اه. اوكي. والتانية. شايفين الفرق بين المبلولة والنشفة. بورته طرية جدا. حلو قوي. دي الفونديشن حلو قوي قوي. لما لما تبلد لما تبلد ميا بقت حلوة جدا طرية جدا. واخر حاجة كمان بس بصراحة دي دي مش مش شي جلام. دي من الموقع. اه. موقع شي اين. اه. بس المتحة عليها رهيب 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 رهيب. وسعرهم خيال. هم بيقوا اثنين مع بعض كده. انا بتحمسانهم قوي بصراحة. اي شادو. برطو حبيت الفكرة انه هم حجموهم صغير للصفار. دي اول واحدة. يا ربي. يا ربي يا جمال. يا ربي على الالوان شوفوا. شوفوا جمال. انا غسلت ايدي دلوقتي وانا بخسل السفونش. ما هجرب لكم هنا. بنات شوفوا. اوكي. عشان تحت هنا فيه مادة كريمية. اللون هنا اغمق. هنا افتح. شايفين الشكل? حلو كتن. الوان هم بجمنطقة جدا. شوفوا الالوان الشمر. بصراحة. بصراحة يعني انا مبهورة بيها. على سعرها وكده جبت حاجة جميلة خالص. لا احبت بصراحة. حلوين جدا جدا. والوان هم تحفة 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 تشوفوا الثانية. انا مش محتكة اكثر من الالوان دي بصراحة. انا استخدامي اليومي الالوان دي. يعني استخدامي اليوميا. بصراحة ما خيبتش ظنين. هو ده فعلا لان كنت محتاجة. بصراحة. الوان هم جميلة جميلة. وعجبتني حجمها للسفر جميلة جدا. شايفين? شايفين الالوان? عاملة ازاي? واو بجد بجد واو. شايفين? مش ممكن. بجد على سعرها ده. رائعة. رائعة. بجد حبيت. بجد حبيت قوي. شايفين الالوان? حلوين جدا بصراحة. عجبوني. عجبوني قوي قوي مش ندمان ان انا جبتهم. ان شاء الله يا ربي كمان عشان ابقى امينة اكتر ان انا اجربهم وقلوكم رأي فيهم وهتلع لكم رأي فيهم على الشاشة. بصراحة الاتنين احلى من بعض. بجد. الاتنين احلى من بعض. وشوفوا قدي ايه حجمهم? حلوين جدا للسفر. حلوين جدا جدا. بدل ما تشيلي باليتات وبلد كبير ومش عارف ايه. لا اتنين وفيهم كل الالوان. بجد حلوين. حبيت. وبس حبيبي كان ده اخر حاجة بالفيديو وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. واشوفكم على خير في فيديو كتير ان شاء الله. في امان الله.